بسم الله نبدأ ابنائي طلعه والصف الأول السلامي نلتقي في حصة جديدة مع معشويتنا الفيزياء إن شاء الله المهاردة هنكمل اللي خدنا الحصة اللي فاتت هنرجع عليه بسرعة إحنا كنا اتكلمنا مع بعض الحصة اللي فاتت عن المتجهات أو الكميات الفيزيائية وأنواعها وعرفنا مع بعض إن الكميات الفيزيائية نوعين كميات قياسية وكميات متجهة وعرفت معاك إن الكمية القياسية هي كمية بتعرف تماما بداية مقدارها واتجاهها لا بداية مقدار وليس لا اتجاه�네 مصر برافو عليك كميات المتجهة هي كميات فيزيائية تعرف تماما بداية مقدارها واتجاهها معا يبقى القياسي لا مقدار وواحد القياس أكيد احنا خدنا قبل كده أن الكميات الفيزيائية عبارة عن أساسية مشتاقة وعرفنا أنظمة لل قياس اللي هي بدفت لنا وحد القياس وحدثنا من القياس الفيزيائي أساساً بيشتمل على الكمية وعلى أداة القياس وعلى وحدة القياس النهاردة بنتكلم عن كمية قياسية والمتجهة أو الكميات من حيث الاتجاه ده كنا كلمنا عنه الحصالي فاتي بنفكر بعض بيه وإن شاء الله نكمل مع بعض يلا يا شباب الكميات القياسية قلتلك الحصالي فاتي إن كل الكميات الأساسية قياسية باستثناء حالة وحيدة اللي هي إيه؟ اللي هي الإزاحة اللي هي كمية متجهة طيب عرفنا كمان أن الكميات القياسية تعامل من خلال الرياضيات العادية أو الجبر التقليدي أما الكميات المتجهة فهي تعامل من خلال عمليات جبرية خاصة تسمى جبر المتجهات وقلنا إن جبر المتجهات هو عملية خاصة جدا هنتعرف عليها مع بعض إن شاء الله من خلال شرحنا خلال الحصة دي والحصة اللي jayb اذن الله و знакомل كده أهم مي�ال للكميات القياسية والمتجهة المسافة والإزاحة طيب الفرق بالمسافة والإزاحة ما شايفين الشكل اللي ظاهر قدامنا بص كده يعني يهي مسافة المسافة والخط المنحني اللي ظاهر ده شباب المسافة هو طول المسا jakby من موضع النهاية إلى موضع النهاية من موضع البداية إلى موضع النهاية هو طول مصال في عين يعني حضرتك بصلي كده دي كده مسافة شايف القرى دي اتحركت ازاي تاني كده نشوفها تاني كده في حركتها يا شباب ها اه كده بتقطع ايه اذا ما شاهدت مصال منحني يبقى كده مسافة طيب لو اتحركت في خط مستقيم البعد المباشر بين نقطة البداية ونقطة النهاية اللي هو مقدار الازاحة او الازاحة اللي هي المسافة المقطوعة مقدارا واتجاها يعني حضرتك ماشي في خط ايه ماشي في خط مستقيم يعني بص كده اه شايف هنا تاني يا ولادي تاني نجيبها من البداية اه المسافة قلنا هي ايه المسافة طول المسار المقطوعة من نقطة البداية نقطة النهاية المسار الفعلي اللي هو ممكن يكون منحني ممكن يكون ايا كان شكل المسار طيب اما الخط المستقيم اللي ظهر اللي هي المسافة المقطوعة مقدارا واتجاها ده اللي هو اسمها ايه برافو عليك اسمها الازرحة طيب ابني المحترم المسافة احنا عارفين خلاص انها هي احدى الكميات الاساسية وعارفين كويس او انها كمية قياسية الازاحة هي الحالة الوحيدة من الكميات الاساسية اللي تكون متجهة طيب ما استرطبوا الكميات المشتقة اعرف ازاي ان كانت قياسية ولا متجهة بصروا لدي انت درست قاعدة قاعدة الاشارات في الرياضة وحضرتك عارف كويس قوي اذا تشابهت الاشارتين في الضرب او في الجم او في الضرب او في الاسم بتنتج كمية اه بتنتج موجة با مستر برضو نفس الحكاية ايه رأي حضرتك بقى نطبق الكلام ده على الكميات بتاعتنا اذا تشابهت الكمياتين هينتج معنا كمية رفو عليك هينتج معنا كمية قياسية اما اذا اختلتت الكمياتين فهينتج معنا كمية ايه متجهة طبعا المسافة بالمتر والازاحة بالمتر طيب اعرفنا الحصة اللي فاتي كمان ازاي نرسم متجهة ان المتجهة في الاصل عبارة عن قطعة مستقيمة مزورة بسهم قلوا بالكم يا جماب احنا الاشكال الاشكال كلها اللي احنا بناخدها هي عبارة عن كنا انتخذت في الرياضة ان في قطعة مستقيمة اللي هي بداية ونهاية ان في شعاع او بداية وليس لو نهاية وبالتالي مادرش حدد له مقدار اه في خط مستقيم ليس لو بداية وليس لو نهاية اذا مستروا حددك بتشروحينها الرياضة ما احنا قلنا قبل كده ان انا والرياضة تكامل او كل او جزء واحد اللي عندي بقى هنا في المتجهات لما اجي امس المتجهة هرسموا عبارة عن خط مستقيم خط ده مالو الخط المستقيم هنا يا شباب له بداية وله نهاية ده قطعة مستقيمة وليس خط مستقيم ولكن مزور بسهم السهم هنا مش مقصود به انه مستمر ولكن المقصود به توضيح الاتجاه فهنا طول القطعة المستقيمة يمثل المقدار اما السابب يمثل ايه الاتجاه طيب تعالى يلا نكمل مع بعض امتى اقول ان المتجهين دول متساويين احنا قلنا ان المتجه مقدار واتجاه شايف المتجهين اللي ظهروا قدامنا ايه وبي لهم نفس المقدار ولهم نفس الاتجاه بس ايه لهم مختلفين مش نفس البداية ونفس النهاية ايوان برافو علي ولكن هما نفس الطول ونفس الاتجاه اذا هما متساويين حتى يمكن نقلهم ممكنا الايه وحطوا في موضع بي او بيهم حطوا في موضع ايه يعني متى يتساوي متجهين اذا كان لهم نفس المقدار ولهم نفس الاتجاه في الحالة دي اقدر اقول ان الايه هتساوي بيه طيب مستر هو لازم كم ده يحصل مش شرط افرض اختلفوا في الاتجاه اختلفوا في الاتجاه لو تضضى في الاتجاه هنغير الاشارة لكن الاخطر بقى ايه مستر لو تغيروا خالص حضرتك دور لي على المحصلة بتاعتكم من المكافئ ديهم من المتجه الوحيد اللي يقوم مقامهم هما اتنين بمعنى هنا المتجهين المتبضين بيكون بيختلف المتجهين في الاشارة معنا ان واحد فيهم موجب والتاني فيهم ايه سالب في الحالة دي اقول ان ايه اكوال او بتساوي سالب بيه في الحالة دي اللي هما متجهين متوضين في الاتجاه ولكن هما متساويين في المقدار الموضوع من الحاجات المسطة جدا طيب خد بالك احنا اتفادة ان المتجهين يتساوي امتى اذا كان هما نفس المقدار ونفس الاتجاه طب لو انا عندي متجه في مكان معين وانا عايز احصل على محصلة بان انا انقله اللي يزم طبعا انقله مع المتجه التاني او مجموعة المتجهات الاخرى اللي هيعمل معها محصلة او لا تقول محصلة كلية ليهم وبالتالي هنقله ازاي؟ عشان المتجهة لازم تنقله بنفس المقدار ونفس الاتجاه وبالتالي حضرتك كدا حافزت على المتجهة مساوي للاصلي يعني بصBE كدا المنتجه اللي هيظهر قدامناه المتجهة الجني ده أنا عطيدم بار طوله هو المتجهة الأصلي بصBE كده اللي هيحصل اله ظهر المتجهة الأخضر اللي هو له نفس طول المتجهة الأول ونساوي له في المقدار ولو نفس الاتجاه طب مثل ممكن نعرف إزاي نعرف الاتجاه بصولد الاتجاه دايما بنجيبه من خلال زاوية ميل المتجه مع المحور الموجب لإكس أنت عندك المحاور الرئيسية اللي هي السين والصاد اللي هو مش الفراغي لكن الفراغي طبعا إكس واي زد اللي هي السين والصاد عين اللي هي إكس واي بالنسبة لنا عندي اللي هي المحاور الرئيسية محاور المتطح طيب أنا أجيب بقى الاتجاه إزاي ميلو على موجب إكس ميلو على موجب سين يعني ارجع لي تاني كبير شايف المتجه البوني اللي وداني بيميل بزاوية على المحور الأفقي اللي هو الإكس وطبعا في الاتجاه الموجب لو حبيت أنقله أو أنقله فين أنقله في أي مكان يحقق لي زاوية مع المتجهة آخر يمكن من خلاله الحصول على محصلة أو الضرب أو التعامل من خلال جاب المتجهات لازم عشان أنقل المتجهة هيكون إيه؟ أيها برافو عليك شايف اللي حصل نفس المقدر ونفس إيه؟ الاتجاهة طيب لغاية الجزء اللي فات ده كنا كلمنا عنده بالتفصيل جدا حصة لفات اللي هي يعني إيه متجهات؟ عرفنا مع بعض إزاي نحصل على نرسل متجهة؟ عرفنا مع بعض إزاي نقن المتجهة؟ وكنت جيت في آخر الحصة جمعت لها قوانين محصية المتجهات ولكن تجميلة سريعة بدون أمثلة بدون تطبيقات بس إحنا مع بعض دلوقتي لازم ناخد أمثلتنا وتطبيقاتنا بصوا على الأشكال اللي ظهروا قدامنا كده لاحظ الشكل العليمي اللي هو المتجهات المتحركة ده أنا عندي متجهات A و B و C هنا الشكل اللي قدامي ده في مجموعة متجهات A و B و C عشان أجيب لهم محصلة لازم يتنقلوا لازم يرتبطوا ببعض يكونوا لي شكل محدد أقدر من خلاله أجيب محصلة طبعا أنا نقلت المتجهات إزاي؟ نقلته بنفس المقدار نفس الطول وفي نفس الاتجاه إذن عشان أحصل على محصلة متجهين يجب أو عدة متجهات يجب أن أنا أربط بينهم بزاوية وبالتالي هيكون لنا أكتر من شكل طبعا في الأصل لو المتجهات بينها زاوية زي الشكل اللي هو الموجود على الشمال قدامنا لو المتجهات بينهم زاوية ممكن أرسمهم ممكن أحصل على المحصلة إزاي؟ المحصلة اللي هي في المنتصف لو هم بيخرجوا من نقطة واحدة لو بيخرجوا من نقطة واحدة أقدر أكمل الشكل إلى شكل رباعي منتظم متوازي أضلع وبالتالي محوال المتوازي هيكون هو المحصلة الرئيسية طيب هنا يا مستر مش ممكن كنت أنقل إيه إلى أعلى؟ أو طبعا أو تنقل بي وبالتالي هيعمل يبقى المتجهين متتاليين فيعملوا لي شكل مسلس وبالتالي هتبقى المحصلة هي طول الضلع الثالث لا تعال بقى نشوفها بالتفصيل كل واحدة لوحدها هنا لو المتجهين بينهم زاوية أيا كانت الزاوية ده الأصل في المتجهات اللي هيحصل ممكن المتجهين يكونوا متتاليين شايف اللي قدامنا هنا أولاد A و B متجهين أنا لقلت B أو لقلت A المهم إن أنا خليت A وبعدين B ممكن تبقى B وبعدين A المهم إن أنا عندي يكونوا متتاليين في الشكل بينهم زاوية أصبح قدامي المحصلة إيه زايد B اللي هي عبارة عن إيه اللي هو الشكل اللي ظهر بالسام الأحمر اللي هي محصلة المتجهين أو مجموعة المتجهين طيب كمل معاك ده لو المتجهين متتاليين طب قصة كده المحصلة هي طول الضلع الثالث شايفينا القوتين دول أنا لقلت قوة بحيث إنهم أصبحوا متتاليين تاني 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 نشوف الشكل هو بتتحرك تاني يا شبب أها قدي قوة F1 ودي F2 هننقل F1 بحيث إن هي وهي F2 يبقوا متتاليين وبالتالي هتبقى طول الضلع الثالث المثلث هو تبحصنا طيب مستر ده ده العملية دي هتبقى فيها مشكلة شوية بصوا لدي العملية سهلة تعالي بس الأول إذا كان هم الاثنين متقيم من نقطة أحد ممكن حضرتك تكملي الشكل على إنه شكل رباعي منتظم اللي هو متوازي أضلاع بحيث إن يكون كل ضلعين متقابلين متسويين ومتوازيين ويبقى المحصلة هي قطر المتوازي مستر طب أنا دلوقتي يعني ممكن يكون الزاوية مش سهل الحصول على المحصلة بصوا لدي إن شاء الله تابعونا بس معنا كده الأخير حصا وإن شاء الله النهاردة هتشوف حاجات أو قوانين وهضل القانون بقى كمان أنا قلت لك أنا دايماً بستعين بالرياضة هضل القانون رياضي جميل جداً 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 أولادي اللي بيسمعونا انتظر بس الأخير الحصة وشوف الهداية والناس يا شباب الناس اللي بتجيب معنا على الأسئلة واللي بتسبقنا في الشرح كمان وبتتفعل معنا واللي ليه أي أسئلة أنا ما بقفلش بعد الحص وإن شاء الله بكرة وبعده طول ما الحصة موجودة لسه معنا على المنصة إن شاء الله أي سؤال حضرتك بتستفسر عنه هجاوبك يا إما هجاوبك بأخص على طول أو ممكن لو السؤال فعلاً ينفعنا كلنا ممكن إن شاء الله أو غالباً هجمعه ودخله في ضمن أسئلة الحصة القادمة يعني ما تقفلش بعد الحصة على طول يا شباب اسمعنا شوية أو انتظر معنا شوية وانتظر إن شاء الله تعليق على إجابتك وعلى أسئلتك طيب بص لي كده هنا لو المتجين بينهم زاوية دق معيش نرجع لها قدرت أرسم إما شكل رباعي أو مسلس لو من نقطة واحدة كملت شكل رباعي لو متتاليين كملت مسلس وفي الحالات كلها هي شيء واحد طيب في حالات خاصة للزاوية أولاً إذا كان المتجين صح صح ركز لو المتجين متتاليين أو المتجين يعني على خط واحد سواء في اتجاه واحد أو في اتجاه المتوضم هنا أولاد دايماً للمتجهات إحنا اتفقنا إن الإشارة هي إشارة اتجاه ولكن لما بجيب المحصلة أنا بجمعهم بإشارتهم بمعنى إن الموجب اللي هو الاتجاه الموجب بقسيم إشارته موجبة والاتجاه السلبة بقسيم إشارته سلبة وبعد ما تجمع بيطلع لي محصلة المحصلة دي أخواننا ببساطة خالص هي مجموع المتجهات أو المحصلة دي ببساطة هتكون هي إشارتها هتدل على الاتجاه وقيمتها هتدل على المقدار طب معلش ما تيجي نشوفها الأول كشكل وبعدين نشوفها كامسلة بصوا قدامي كده لو المتجهين في اتجاه واحد الأي والسي ورق قدق ايه ده ده متوزينة بس حبيبي احنا ممكن ننقل السي أو ننقل الاي بحيث أنهم بقى الاتنين يقولون لبعض يبقى حضرتك كده كأنك مشيت إزاحتين متتاليتين أو اتحركت بقوتين في نفس الاتجاه المحصلة هي مجموعة القوتين أو مجموعة الإزاحتين يعني لإنه اتجاه واحد هتبقى اي زائد سي طب لو في اتجاهين متتضدين هتفترض لو أنت عندك أكتر من كمية هتفترض اتجاه مجموعة والتجاه سيلم أما لو اتنين بس فاطرحهم ويكون في اتجاه المتجاه الأكبر طب ده لو هم على خط واحد خد بالك خط واحد دي أنا ممكن ألعب معك شوية ويقول لك إيه إن هم متتاليين على خط واحد في اتجاه واحد يعني الزاوية بينهم صفر أو الزاوية بينهم تلتمائة وستين صح طب اللي هم متتضدين لا الزاوية بينهم هتبقى كم برافو عليك المتضدين دايبا الزاوية بينهم تبقى مية وتمانين واحد منهم بيبقى موجب والتاني بيبقى سيلم طب لو المتجاهين متعمدين ايه ده اعتقد حضرتك قدرى بني بقى بمين برافو عليك فيثغورس لو الزاوية تسعين أو بيثين وسبعين هحصل على المحصلة بسهولة جدا من خلال فيثغورس من خلال جزر مجموع مربعي الضلعين اللي هي هتبقى المحصلة انها هي اي اكس تربيع زي اي وي تربيع كل تحجز أو اي اي توتال اللي هي جزر اي اكس تربيع زي اي وي تربيع جزر مجموع مربعي الضلعين وملا احنا قلنا هجيب الملعة الافقي ملعة الافقي اه يعني طب هجيبه ازاي ده مستر حضرت الخط ده والمسلسية وعرفت حاجة مهمة جدا عرفت معايا انها لا قدر اجيب تاني السيتا تاني الزاوية تاني الزاوية اللي هي ظل الزاوية طب هجيب ظل الزاوية ازاي اللي هي المقابل على المجاور على فكرة بطريقة سهلة دايما انا عايز الزاوية يا عمين مع الاكس طب افرض هو ايه اللي يا مستر امو زد ديو واي اللو كي بتحبش نفسك كتير اقولك على حاجة دايما اللي معايز الزاوية بيدخل في المقاب لاني بياخد المقابل على المجاور وبالتالي اللي معايز الزاوية هينزل في المقاب اما المضلع التالي هيدخل فيه البسط اذا انا ادري اجيب التجارة المحصلة اللي هي التانسيتا اللي هي وي على اكس او المقابل على المجاور او بمبدأ بقى اللي معاه حط عليه يعني ايه يعني اللي معاه الزاوية هو اللي هنحط عليه الضلع الآخر يعني هنحطه فيه في المقام طيب هل ممكن اطرح متجاهات يا مستر اكيد طبعا هو يا شباب مش احنا قلنا قصة ان المتجاهين لو ما نفس الاتجاه تساويه طب لو في اتجاه متوضين ولهم نفس المقدار اختلافت الاشارة طب لو انا قلت دلوقتي انا عايز الشكل ده ايه دعز بي لاحظ ايه اللي حصل انا نقلت بي في الاتجاه المضاد وبالتالي اصبح سالب بي ما انا عايز اجيب سالب بي عشان اجيب المحصلة الخاصة بايه سالب بي او بصي الشكل التاني كده لاحظين يا شباب لو محصلة جم ايه سالب بي انا خدتها بنفس الاتجاه لو طرح اللي حصل ايوه اللي واخد الاشارة السالبة ما عملتش حاجة ما تعطلش نفسي كتير بس عكست الاشارة بتاع عكست اتجاهه خليته في الاتجاه المضاد وبنفس المقدار طيب ملحوظة صغيرة عن محصلة المتاجهات عشان نبدأ في شوية تطبيقات عنهم ملحوظة ازاي يا مستر بي ايه اللي ممكن ناخدوه على محصلة المتاجهات بصرد اولا المحصلة قد تكون مجموعة وقد يكون المتاجهات في تجاه المترضين فاتبقى طرح وقد يكون بينهم زاوية فهتبقى ما بين الجامع اطرح اذا المحصلة اكبر من او تسوي الفرق لانهم لو في تجاه المترضين هتبقى الفرق طيب لو في تجاه واحد هيبقى جامع فالمحصلة اقل او يساوي المجموع هي اقصى محصلة اللي هي جامع اقل لمحصلة أكبر محصلة المجموعة أقل محصلة الفرق وغالبا المحصلات بتكون بينهم تاني يا شباب محصلات المتجهل أكبر من أو يساوي الفرق بالمتجهل وبتكون أقل من أو يساوي مجموعة المتجهل طيب ناخد باشوة أنسلة كده مع بعض قوتان أفقياتين أحدهما 225 والأخرى 156 تؤثران في قارب في اتجاهين متعاكسين أي اتجاهين إيه أولاد متضبين فما القوة الأفقية التي تؤثر فيه قوة الأولية كام 25 تانية كام الأولية 125 تانية كام 256 بس الاتجاه إيه ده في الاتجاه المضاب هنا يا شباب أنا نسمت أيها نسمت متجه بالعلاقة البيانية العادية خالص دي أسهل طريقة ممكن تتعامل فيها مع المنتجهين أنا رسمت المنتجه بشكل مبسط جداً عبارة عن قطع المستقيمة وزاويتها بالسهل ورسلتهم من قياس راسب حتى لاحظ 225 طبعاً كانت طولها أكبر وبعدين يا مستر أصبح عندي المنتجهين يا شباب متجهين متضابدين في الاتجاه يبقى واحد فيهما يكون موجب واحد فيهما يبقى سالب أو حضرتك ممكن تتراحم بشكل مباشر وبالتالي هنا هتبقى المحصلة F1 زائد F2 إذا المسترى حضرتك كاتب بزق جمع ما أنا قلت لك مجموع الاتنين بس كلاً إيه بإشارته يعني اجمع بس احتفظ بالإشارة أنا اعتمرت اليمين موجب والشمال سالب عشان كده الـ 125 بديتها موجب والـ 156 أو الـ 165 إدتها إيه سالم وبالتالي هتطلع عندي المحصلة بقيت كم تسعة خمسين ميوتن ده القوة المؤسرة F2 مسترى ده الموضوع شكله كده سهل يعني ده احنا كل اللي عملناه ان احنا عارتنا انهم مفتجين متضابدين فافترضت واحد موجب والتاني سالم بس مسترى مش كنت ممكن أقول F1 مص F2 واعتبق ممكن المعنى واحد والناتج واحد ولكن في حاجات صغيرة كده هتظهر لك حتى من أمثلاتنا دي الوقت طب تعالى ناخد مثال تاني صح صح كده في اللي حصل عندما يدفع طالبان طاولة طالبية زياني في التجاه اليمين بحيث يؤثر كل من هو بقوة 40 نيوتن والدين قوتهم متساوية وكل واحد فيهم قوتهم مقدارها كام؟ 40 نيوتن هنتفع في التجاه اليمين اذا انا عندي كم قوة عندي قوة مقدارها ايه ده مقدار القوة كل واحد فيهم اللي هي 40 نيوتن في قوتين قوة 40 نيوتن والتانية في نفس الاتجاه وفي نفس المقدار اللي هي 40 برضه المحصلة بايوليد ورفو عليك المحصلة هي المجموع بس طبعا لانه هم نفس الاتجاه وبالتالي هم نفس الاشارة الاتنين موجب يبقى الاتنين موجب الاتنين سالب بالنسبة لي يبقى الاتنين سالب اصبحت الجمع اللي هي كام؟ اللي هي الـ 80 نيوتن لاحظ حتى المتجاه 80 بمقياس الرسم هو ضعف الطول بتاع كل المتجاه من الاتنين طيب ما تجينا اخد مثال كمان على فكرة أولاد معنى همثلة حلوة النهاردة ايه رأيي حضرتك كده في الشكل المقابل اوجد محصلة المتجاهين واتجاهها ايه ده مسته المتجاه ايه ما هي نفس الفكرة مستهلفت باحنا ملاحظين ان المتجاه ايه والمتجاه بي هم في نفس الاتجاه ايه بتلاتين طب انت عرفت انه ما في نفس الاتجاه ازاي ان انا البي لو خدت الافقي اللي تحت وشفت الزاوية هلاقيه بيميلة على الافقي بنفس الزاوية اللي هي التلاتين ويه المتجاه ايه وبي هم متجاهين متوازين اصبح المحصلة بتاعتهم تسوي ايه طلبة في نفس الاتجاه يبقى مجموعة على فكرة ولو في الاتجاه المتقدم هي مجموعة برضه بس كلها بشارده وفي النهاية خالص اجمع كده لاتنين اه لاتنين مجموه خمسين وفي نفس الاتجاه الأصلي اللي هي تصنع زاوية تلاتين درجة مع الافقي طيب نشوف مثال يمكن يوضح معلومة اكتر مستر انا شايف المتجاه ايه والمتجاه ب اوه وصلنا هنا بقى للفكرة اللي عمال اوصلها لك من اول حصة وعرف ان ابني وبنتي عندهم مشكلة شوية فيها انا عمال اقول محصرة المتجاهين او محصرة مجموعة المتجاهات متوازية هي مجموعة المتجاهات كلها بيكشارتهم ايه رأي حضرتك ايه وبي وسي سيه في اتجاه مضاد اذا انا هياخد اشارة ايه سالبة يعني هيبقى المحصلة هنا ايه انا سايبك بس تحسبها مع نفسك كده شوية البي عشرين والاي تلاتين والسي خمسة وعشرين ولكن السنة مستر بس كلهم ميل واحدة على فكرة كلهم بيميلوا على الوقت بمقدار تلاتين لا السي ما بيميلش بمقدار تلاتين السي اخبرنا يعني هيميل على الجزء السالب اللي هي الزواجة العكسية وبالتالي هتبقى لا اكبر بكتير اللي هي هتبقى حوالي ميتين وعشرة مع موجب اكس مش هنطلق بط هتظهر لنا فيه سؤال جاي ولكن هنا لما اجي حل بقى اه اقول ايه زائد بي زائد سي مجموع المتجهات بس السي عندنا شرطه ايه برافو عليك خلاص يبقى هنا يا مستر معنا كده انهم لو في اتجاه واحد يبقى كلهم مجب او كلهم سالب برافو تمام لو في اتجاهين مطادين هفرض اتجاه مجب وادينه كل مكونات وإشارة مجبه وهفرض اتجاه سالب وحط لكل مكونات وإشارة سالبة طب اتجاه المحصلة دايما في اتجاه الإشارة اللي أنا افترضتها يعني أنا مثلا فرضت ايه وبي اتجاه مجب وطلع النتج بمجب وبالتالي هتبقى المحصلة في نفس اتجاه ايه وبي اللي هي بتصدع 30 درجة مع المحورة الأخرى أو مع الشرق طب تعالى كده في الشكل المقابل ايه ده مستر في مشكلة ايه ناقص ب زائد سي ايه رأيك ايه مستر عملية كده هتلغبط هتلغبط ليه هو احنا لما اتفاد مع بعض وقلنا مجموعة متجاهات المحصلة النهائية بتاعتهم هتبقى ايه مجموعة هم كلا بإشارتهم طب لما يكون واحد فيهم خد إشارة سالبة بدت له إشارة سالبة مش سالب بالمقدار مش سالب الاتجاه لا نا مش سالب الاتجاه الفعلي يعني مثلا انا افتغطت اتجاه ايه وبي هم اللي مجب والسي هو الاتجاه المخالف ولكن تعالى كده ايه اللي هده عملته ده حضرتك ده انا هنا جبتها على إن البي ادينا الإشارة سالبة للإيه طبعا اطراح يا جماعة والسي هتبقى بنفس المقدار وبالتالي هنا طبعا السي والإيه السي والبي هم هيبقوا خمسة واربعين وشير منهم الإيه هيبقى يبقى خمسة يا جماعة انتم وش خدتم بالكو انا افترضت ان ايه اتجال ايه هو اللي سالب والاتجال بيه هو اللي مجبت لا طب تعالى بس نشوف محصلة الكمياتين متجهتين متعاملتين ايه ده المتجه ايه وبي بس اينا بقى مش عايزين بقى كل المسائل كلها تبقى طاويد مباشرة على قانون يعني عايزين نفكر شوي هو عايز ايه اخونا مسترى وزعيز زاوية من المحصلة يعني ايه يعني المقابل على المجاور مسترى يعني ايه برضه يعني البيع على ايه هو انا عندي الايه انا شايف الايه موجود اه على انت السفام صغم طوطة كده طب تتعسب ازاي بقى بصولد تعالى نتكلم مع بعض كده انا حزان باختصار خالص وحضرتك بتخسب محصلة المتجهات ما تتعبش نفسك كتير ملقى عاملها مسترى عوض في القانون بيكون عندك مجهول والله يبقى حضرتك تجيد استخدام لأكت حزبة عن طريق الكالكوليات او الصال في بعض انواع الحزبة اللي هي بتحتوي على الحساب المباشر من المعادلات انا معك بالعكس انا بحفزها جدا عشان توفيرا للوقت ومكسب الوقت لان احنا فعلا بنبقى بيحتاجين لكل ديا في المتحان حضرتك ما معرفتش بسهولة جدا بتبقى عمليات رياضية وحسابية سهلة جدا ولكن المهم ان انت تفكر ازاي انا عايز ايه انا عايز دايما انا انا اتفكر من المطلوب الى المعطيات وليس العكس انت عايز سيتا اه يا مستر سيتا بتساوي ايه سيتا يا مستر على المجاور تمام طب انا القانون ده فيه فيه مجهول تاني غير سيتا ا الى اللي هي تان سيتا هنا هتبقى البي على ايه فيه مجهول تاني اه اللي هي البي بدل ما هي السيتا بس المجهول بسيط بول على قانون تاني جيب منه البي ازاي يا مستر يعني بص انا لو جيت لفسي غرص هقول ان سي بتساوي جزر ايه تربيع زيت بي تربيع يعني سيتا لو ربعتها تبقى السيت تربيع بتساوي ايه تربيع زيت بي تربيع وحضرتك حافظ العلاقة دي كويس او عارفها كويس اكتر مني في الرياضيات طب ما تيجي نطبعها كده او عوض يلا السيت تربيع اللي هي كم خمسة تربيع تربيع اللي هي الاربع وبالتالي السيت كده شفت تان تلاتة على اربع زارت قدامنا الناتج بتاعها طيب هنكمل امثلتنا ولكن عشان ادخل معها فكرة تانية بصول محصرة المنتجات الفكرة بتاعتها ايه ان انا بحاول اجيب متجة اجمال من عدة متجات او متجة واحد يبقى معدت مقام عدة متجات لانا يكون عدي عدة متجات واحصل منهم على متجة محصرة اه ولكن العكس لانا يكون عدي متجة محصرة وقسم بقى تقسم ازاي قسم في الاتجاهين الافقي وراسي وده طبعا بساعدنا جدا على الحصول على المحصلات في عدة في المنتجات اللي هي بنها زوايا غير الحالات الخاصة تعال امص عشان ما نتلغبطش اولا تحليل المتجة بيتحلل الى اتجاهين افقي وراسي مين الافقي اللي هو ياخد كوزاين والراسي ياخد صحي مصر نسيت اقولك على حاجة مكان ما تنام اديها جيب التمام ايه جيب التمام اللي هو مين الكوزاين يبقى القوة او المتجة الرئيسي نايم على زاوية المخاب ده بتاعته على الافقي طيب يبقى الافقي اتجاه ايوة اديها جيب التمام بقى اللي هي الكوزاين يبقى الاتجاه البعيد هنديله ايه اللي هو هنديله الصين طيب تعالا مع بعض يبقى اتجاه الزاوية وقلنا انه هو كوزاين والاتجاه البعيد هياخد ايه صين طيب ده ينفعني ايه هينفعنا شباب لما يكون المتجهات بينهم زاوية يصعب الحصول عليها وبرضه قلتلك فيه دي في اخر الحصة استنى معي شوية هنا ناخد مثال صغير بيقول ليحسن المراكبتين وفقياتين الشكل ما اللي ظهر لنا في المقدمة اساسا انا دلوقتي بتفعل بازول العربية دي بقوة مقدرة ربعمائة وخمسين نيوتن ولكن القوة دي مش في التجاه الحركة هي بيتميل على التجاه الحركة بزاوية كام ستة وخمسين درجة فتبالة القوة دي في جزء منها بيروح رأسيا طبعا العربية مش بتنط ولا هتقلم أرض وتمشي ولكن الجزء هيروح أفقي والجزء الأفقي هو المؤثر يبقى تعالى كده انا عندي القوة في جزء منها هيبقى رأسي وجزء منها هيبقى أفقي تيجي نحسب الجزء الرأسي والأفقي أو طبعا هي التمير على ايه الأول على الأفق ولا على الرأسي وما تتعبش نمسك كتير تاني يا ولد اتجاه الزاوية تدير الكوزاين على طول بدون تفكير يعني انا الاتجاه الأفقي اتجاه اكس ده هقول ان الافاكس بتساوي 450 اللي هي مقدار القوة في الكوزاين 56 طيب وإيه الراسي بستة جدا الأفقي هندي له الكوزاين الراسي هندي له ايه طيب في الحالة دي اي قوتين في الدنيا نقدر نتعامل معهم الكلام ده طب ما تيجي نزود الفكرة شوية ولكن انا هتديك حاجة صغيرة بصوا لده المحصنات المركبات الافقية ورأسية تعتمد على الزاوية طيب اذا كان انا لسه بقولك انا هخسر جزء من القوة بتاعتي بسبب الميل ولكن لو قوتي كلها في اتجاه الحركة كانت حركة السيارة بالقوة كاملة ليه بصوا على حالات الزاوية لو المتجه الاصلي في نفس اتجاه المتجه يعني السيطة بسيطة صفر وبالتالي المركبة الرأسية في الحالة دي هي اللي هتديني ايه المركبة الرأسية هتديني صفر ده لو الزاوية كام صفر طيب لو الزاوية 180 عكس عكس ايه دي المركبة لأ المركبة الافقية هتاخد سالب وبرضه الرأسية هتاخد صفر طيب استنى كده لو الزاوية بقيت 90 هنا يا شباب الحالات الخاصة دي مجال اسئلة كبيرة جدا في الحال التاني لو وبعد ايه نحضرك انقلها قعد بعد الحصة كده وعد الجزء ده تاني وانقله لو احنا الزاوية صفر المركبة الاصلية هتكون افقية اما الرأسية هتساوي صفر ليه لان صين صفر بواحد طيب لو الزاوية 180 الزاوية 180 المركبة الافقيات هتبقى بالسالب سالب القيمة كل اللي هي المتجه اما الرأسية برضو هتساوي صفر طيب لو حبينا مع بعض نتحرك بالعيد حنا شوية ونوصل لحاجة تاني لو قلنا ان المتجه في الاتجاه العمودي لو قلنا ان المتجه في الاتجاه العمودي يا مستر معنى كده ان حضرتك بتقول لنا لو هو في الاتجاه العمودي المتجه الاصلي اللي هو في الاتجاه العمودي يبقى انا معنى كده من المركبة الرأسية لو في الاتجاه العمودي الموجب اللي هي 90 يبقى المركبة الرأسية اللي هتاخد قيمة المتجه الاصلي اما الافقي هتتوصف لان الراسية تبقى ماكس اما لو في الاتجاه العمودي ولكن فيها عكس الاتجاه هو في الاتجاه السالب المركبة الرأسية تاخد السالب الصحيح السالب القيمة الأصلية طبعا بزاوية من 270 أما المركبة الأفقية برضو في الحالة هي تبقى صحية مركز ملحوظة صغيرة كده زي ما كنا بنتكلم هناك على المحصلة وكنا بنقول إن المحصلة دايما تساوي أو أقل من المجموعة وبتكون أكبر من الفرق يعني أكبر من أو يساوي الفرق وأقل من أو يساوي المجموعة ولكن هنا بقى المركبة أقصى مركبة اللي هي تساوي المتجهة الأصل إذا كان أفقي يبقى زاوية صفر إذا كان راسي زاوية 90 أو حتى مع الاتجاه السالب ما احنا قلنا هنا السالب بتاعنا إيه؟ مقدار اللي هي 180 في الأفقي والمئتين وسبعين في الراسي أما المتجهة لا يمكن أن يكون المتجهة أكبر من المركبتين هو دايما أقل من أو يساوي مقدار المتجهة الأصلي اللي هي المركبة لا يمكن أن تكون أقل أكبر من المركبة لا يمكن أن تكون أكبر من المتجهة الأصلي ولكن هي دايما أقل من أو يساوي المتجهة الأصلي طيب ما تيجي ناخد سؤال صغير كده متى يتساب المركبة الأفقي ولا أسابها إمتى؟ المركبة الوفقية والراسية يتساوي مصدر من غير تفكير معنى كده ان حضرتك بتقول لنا امتا ساين تساوي الكوزين احنا هنقوم لحضرتك اذا كده اذا وان 45 لا احنا هنقلها برياضة كويس ساعدني كده الوقت يا شباب الوقت يا شباب يلا عشان ناخد اكتر من سؤال هل يمكن لمتجه ان يكون اقصر من احدى مركبتي اي رأيك المتجه الاصلي اقل لا مستقل احنا قلنا المركبة اقصى مقدار لها انها تساوي المتجه الاصلي هي اقل من او يساوي المتجه الاصلي اذا لا يمكن لمتجه ان يكون اقصر من احدى مركبتين ولكن اذا انطبق على المحور او على المركبة ساوي اكس او واي تساوي معها بحيث ان زاوية صفر او زاوية مئة وتمانين بالنسبة لأكس زاوية تسعين او مئتين وسبعين بالنسبة لأيه للواي طب ايه رأيك احسين مركبة تاني ان اخد بس كده مثال صغير انا عندي متجه وانا قلتلك تاني الميل بيكون مع مين مع الاتجاه المجاب للأكس يا مستر ايه رأيي حضرتك هو المقدار ده كام ايه زاوية مئتين واربعون ده يا مستر يعني زاوية هو المتجه بيتحرك فيه السلم يعني بيصنع مع الاتجاه السلم بالأكس من الاسفل كمان ستين درجة عشان ما نعودش بقى نقول للاسفل وللاعلى ولليمي دايما نخد الزاوية مع اتجاه موجاب اكس طب نقدر نحلل القيمة دي اه طبعا تحللها ازاي ازاي ما عاملنا مستر مع الاكس خلاص يبقى الاكس هتديله ايه غير ما فكر مستر هتديلكم زي طب وال ايه رأيك في الواي الواي مستر اكيد هتديله صي طب طلعين بيش راساليبه ليه ما هي بيتين واربعين اشرف جربوا على الحزبه وشوف تعال ناخد مثال بقى كمان من الشكل المقابل اوجد قيمة المتجهسين ايه ده وحضر لك ظهرتين للشكل مرتين ليه بصرد انا عندي الشكل اللي قدامي ده هما متجهين بي و ايه انا عايز اجيب محصلتهم بمسمسين بي هو ايه بينهم زاوية الزاوية دي مقدرة خمسين درجة يعني اللي همه متعمدين خلاص يا مستر انقلهم بقى وكمل الشكل الرباعي برافو عليك انا ممكن اكمل الشكل الرباعي ولكن هتقدر تجيب طول قطر الشكل الرباعي طول قطر المتوازي مش عارف يا مستر بصلاح على عملياته بصعبة هقول لك انا بقى الحل هنا يا شباب هنا يا شباب انا ليه جرحت محصلة ايه لتحليل في النص عشان نعرف انا هعمل ايه بصلي كده الحل ان انا احلل محصلة ايه في الاتجاهين الافقي المراكبات ايه في الاتجاهين الافقي الافقي الراسي وبالتالي احصل على متجهات متعامدة ازاي يا مستر الكلام ده يعني انا اجيب ايه وفقيا اللي هي ايه صايف لا كوزين وايه راسيا وبعدين هتعمل ايه مستر بس هجيب محصلة الافقي محصلة ايه الراسي وبالتالي هتبقى السي اللي هو جزل مجموع مربعي الضلعين والتان سيتا اللي هتبقى الراسي على الافقي طب انا هنا بسطر كده يعني معدك كده ان حضرتك تقصد ان في كل حالة من دول معلش لازم اجيب احلل المنتجة ده في الافقي وبعدين في الراسي اه طب ما كده مشكلة بسر ده الموضوع كده صعب قوي يعني لو المنتجين بينهم زاوية اصبحت عايز احللوا افقي وحللوا راسي والموضوع فعلا بيبقى تقيل انا سهل لك انا شوية وقلتلك انا هستفيد من الريانة تعال كده هو قانون واحد يحللي المشكلة دي شوية اذا كان بينهم زاوية شباب غير الحالات الخاصة حضرتك بص اللي كده المحصلة هتساوي جزر ايه تربيع زايت بي تربيع ناقص اتنين ايه بي كوزاين سيتا من سيتا اللي هي الزاوية ما بين ايه وبين تاني هنا بقى سواء متتاليين او تاني سواء كان متتاليين او بيخرجوا من نقطة واحدة هنا اصبحت المحصلة بالنسبة لنا محصلة سهلة جدا هعملها ازاي انا قلتها لك هوا يا محترم بسرعة ومن غير تفكير اعمل ايه هتلي جزر ايه تربيع زايت بي تربيع ناقص اتنين اي بي كوزاين سيتا اللي هي في النهاية خالص هتجيب لي ده ده اسم القانون العام لمحصلة المتجهد وده او ده اجيب الزاوية زاوية الميل او زاوية الميل ازاي النسبة بين المحصلة والسيتا وصين سيتا هي النسبة من اي مقابل وصين الزاوية بتاعته يعني ايه وصين الفا اللي هي وصادها او البي وصين بتاع بي اللي هي صادها طب ما ناخد مثال على الخانون العام لانه خلاص وقتنا ابتدى يا رب ومتاني الاولى اشايف نفس الشكل ايه يا جبه تقدر تجيب لي الار اللي هو المحصلة والزاوية بينهم من الى 35 كان في حل من اتنين اننا حلل والجال نظام التحليل واختصر كل اللي على محور واحد لغاية لما حصل على قوتين متعمدتين وفي النهاية خالص اجيب ابدأ القوة المتعمدة او الحل التاني اننا عوض في القانون بتاعي اللي هو القانون العام لإيه لإيه المتجهات اننا جيب ايوة قيمة الار تربية اللي هي ايه تربية زايد بي تربية ناص اتنين اي بي كوزاين سيتا يلا عوض بقت الار بتساوي جزر اي بي اي تربية زايد في تربية ناص اي بي كوزاين سيتا نحن نسائل كلمة فيها اللي هو الار الار اي بكام يا أخواننا بخمستاش اه بخمسة عشرين والبي خمستاشر يبقى خمسة عشرين تربية زايد اتنين في خمسة وعشرين زاد خمستاشر كل مضروب في كوزين مية خمسة وعشرين اللي هي كوزين زائل بينهم وبالتالي هنا قدرت أجيب قيمة مين الار طيب نقدر نجيب قيمة الميل الميل اللي هو مين الزاوية بي بسيطة اللي هي الار اللي احنا جيبناها مقسومة على اه صين سيتا هي نفسها المقابل للبي مين اللي هي خمستاشر مقسومة على صين بي وبالتالي هقدر بسهولة جدا أجيب قيمة الزاوية بي اه القانون ده سهل لأولاد مش كده مش قلتلكم هدية كده يا شباب احنا جمعنا مع بعض تحليل المنتجات الصيطة المنتجات وتعرفنا على الكميات وصلنا لها حصتنا وان شاء الله انتظر الحصة اللي جاية بإذن الله الاتنين اللي جاي هنكون ضرب المنتجات وبإذن الله بعدها خلاص بقى شوية أمثلة حلوين كده يوم الخامسة اللي جاي على محصلات وضرب وعلى جبر المنتجات بصفة عامة شوفكم بخير مع خاص أمنيات القلبية دكتور سام محمد إمام تبيل في زيادة ضرب الزازي وبنقلكم تحيات كل الزملاء اللي عاملين بإدارة العامة التعليمي إلكتروني واشوفكم بخير شكرا اللي جاية بإدارة العامة التعليمي واشوفكم بخير شكرا